سلمان يوسف فتن بحريني يمارس فن الجرافيتي أو الرسم على الجدران حيث أحب هذا الفن فأبدع في رسم لوحات من وحي أفكاره رماء صغر سنة هذا ويعتبر فن الجرافيتي من المظاهر العصرية والشبابية حيث يعبر الشباب عن إبداعاتهم من خلال تلك الرسومات الغريبة والفريدة حتى باتت محطة تجذب الصغار إليها التفاصيل في تقرير الزميل صالح يوسف بين الجدران والمباني يمضي الفتى سلمان جل وقته في ممارسة هوايته المفضلة وهي الرسم عن طريق ما يعرف بالفن الجرافيتي والتي يعبر عما بنفسه فيها من خلال تلك الأصباغ والألوان في ظاهرة بدت تجذب الكثيرين من الكبار والصغار والله بدأت من الراوضة يعني وحبيت أن تعبر عن مشاعرك في الشخبطة وهاللون ويعني اللي شجعوني الأهل والرابع هاللون خاصة نبوئي يعني ويعتبر هذا الفن مرحلة تعكس عدة أفكار كانت مجرد خربشات في الدهن فتحولت إلى صور مشعة تحمل رسائل جمالية على تلك المساحات الفارغة يصوغها الفنانون وحتى الهواة كذلك من اللاشيء يمكن أن يصنع الجمال وينشأ التناغم هذا ما آمن به الفتى الموهوب الذي أحب الرسم والألوان منذ طفولته فتدرج من القلم والأوراق حتى وصل إلى الحائط والجدار وينطلق الجرافتي الصغير بممارسة هذا الفن من خلال رسم أعماله بشكل مصغر في دفتره ومن ثم يقوم بتدشينها على تلك المباني بهذه السن الصغيرة وبهذه الموهبة الكبيرة لا تقف آمال هذا الفتى عند هذا الحد بل إلى غاية ليس بها أي حدود أطمح للمستقبل أن أصبح فنان على مستوى البحرين أو مستوى العالم أو أرفع رأس البحرين والنصماتي تعجب كل الناس بحار من الإبداع تحمل في أعماقها لآلئ من الرواد والموهبين تغطي أرض مملكة البحرين التي كانت ولا زالت حبلة بالعديل من الشباب الطموحي والمتميز عندما يكون للجماد لسان يحاكي من حوله تنتشر الألفة ويعم الانسجام هذا الكون وهكذا هي الجدران تحاكي من حولها بلغة عصرية وشبابية وباتت تسر الناظرين إليها لتلفزيون البحرين صالح يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر